السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون تفسير باقي القسمة للصف الخامسة الابتدائي الفصل الدراسي الأول نبدأ بحل تمارين فقرة تأذكال حل المسائل الآتية وبين كيف تفسر باقي القسمة السؤال الأول نصبت خيمة على 12 عمودا كم خيمة يمكن أن تنصب على 200 عمود نقوم بالقسمة بالشكل المعتاد نقول له 200 قسمة 12 ناخد العشرين فقط قسمة 12 فيها 1 1 ضرب 12 يساوي 12 نبدأ بعملية الطرح 20 ناقص 12 يساوي 8 ونقوم بإنزال الصفر 80 كم 12 موجودة فيها تقريبا فيها 6 نتأكد 6 ضرب 2 يساوي 12 واحد باليد 6 في 1 يساوي 6 واحد باليد يساوي 7 إذن فيها 6 6 في 12 يساوي 72 نقوم بعملية الطرح 80 ناقص 72 يساوي 80 الآن نجي إلى تفسير الباقي هذا هو الباقي أقل من المقسوم عليه الباقي الثمانية تمثل ثمانية أعمدة والأعمدة الثمانية ما نقدر ننصب بها خيمة واحدة إذن طبعا راح ننصب 16 خيمة تفسير أقدر أنصب بال200 عمود 16 خيمة في كل خيمة 12 عمود ويتبقى لدينا ثمانية أعمدة طبعا ما نقدر ننصب فيهم خيمة هذا هو التفسير السؤال الثاني خرج خمسين طالبا في رحلة ميدانية في حافلات صغيرة تتسع كل منها إلى ثمانية طلاب كم حافلة خرجت إلى الرحلة عندي خمسين طالب سؤال اثنين خمسين قسمة ثمانية الثمانية طبعا تمثل عدد الطلاب في الحافلة الواحدة الخمسين كاملة طبعا فيها تقريبا ستة ستة في ثمانية يساوي ثمانية وأربعين نقوم بعملية الطرح خمسين ناقص ثمانية وأربعين يساوي اثنين الآن نجي إلى تفسير الباقي اثنين تمثل طالبان يتبقى طالبان طبعا الطالبان راح يروحوا الرحلة لكن في حافلة إضافية فهنا كم حافلة خرجت إلى الرحلة نقول لي طبعا هنا في عندي ست حافلات راح يركب فيها ثمانية طلاب في كل حافلة ثمانية يتبقى طالبان راح نضيف ليهم حافلة إذن الرحلة راح يكون فيها سبع حافلات طبعا بيكون في ست حافلات ثمانية طلاب والحافلة السابعة في الطالبان المتبقيان هذا هو التفسير ننتقل الآن إلى سؤال ثلاثة كم دراجة كالظاهرة في الصورة المجاورة يمكن أن تشترى بمبلغ تسعمائة ريال عندي السعر واضح على الصورة تسعة وسبعين ريال سعر الدراجة فنقول لي احنا عدنا تسعمائة وعدنا سعر الدراجة الواحدة تسعة وسبعين نناخد التسعين التسعين فيها تسعة وسبعين واحدة واحد ضرب تسعة وسبعين تسعة وسبعين نقوم بعملية الطرح تسعين ناقص تسعة وسبعين طبعا بالاستلاف من التسعة يصير عنده الصفور عشرة عشرة ناقص تسعة يساوي واحد وهنا يبقى عندي ثمانية بعد الاستلاف 8 يناقص 7 يساوي 1 أيضا يساوي 11 ننزل الصفر الموجود في الأعلى يصير عندي 110 المية وعشرة فيها 79 واحد أيضا واحد ضرب 79 79 أيضا ما يصير نطرح الصفر من التسعة نستلف من الواحد يصير صفر هذا يكون 10 10 ناقص 9 يساوي 1 أيضا الصفر نستلف إليه من الواحد يصير 10 ناقص 7 يساوي 3 نجي الآن إلى تفسير الباقي الباقي طبعا يمثل 31 ريال 31 ريال ما نقدر نشتري فيه دراجة فنقدر نشتري بهذا المبلغ 11 دراجة فقط ويتبقى لدينا 31 ريال من 900 ننتقل الآن إلى فقرة تدرب وحل المسائل حل المسائل الآتية وبين كيف تفسر باقي القسمة السؤال الخامس لدى نوف 134 طابع بريد وتريد ترتيبها في دفتر خاص بحيث تضع كل ثمان طوابع في صفحة ما عدد الصفحات التي تحتاجها نوف نقول له طبعا عدد الطوابع اللي عدها 134 طابع بريد راح تحط في كل صفحة ثمان طوابع نبدأ قسمة 13 على ثمانية فيها واحد واحد ضرب ثمانية يساوي ثمانية عملية الطرح 13 ناقص ثمانية يساوي خمسة وننزل الأربعة الأربعة وخمسين فيها تقريبا ستة فيها ستة ستة ضرب ثمانية يساوي ثمانية واربعين نبدأ بعملية الطرح نستلف هذا يكون أربعة وهنا يكون أربعة عش ناقص ثمانية يساوي ستة هنا طبعا بيكون صفحة الستة أقل من الثمانية هنا التفسير هذا طبعا الستة طابع ستة طوابع طابع بريد يتبقى عندي ستة هذا الستة يحتاج إلى صفحة إضافية نحن عندي طبعا ستة عشر صفحة راح نضيف صفحة واحدة لماذا؟ لأنه عندي يتبقى ستة طوابع فالستة طوابع راح نحطها في صفحة إضافية إذن تحتاج نوف إلى 17 صفحة لكي تتمكن من وضع الطوابع البريدية في الصفحات ننتقل الآن إلى سؤال ستة جمع فريق كرة القدم بالمدرسة 295 ريالا كم قميص كالظاهر في الصورة يمكن أن يشتروا بهذا المبلغ نقول له طبعا هذا هو السعر القميص 32 راح نقول له 295 المبلغ على قيمة القميص 29 بتكون صغر من 32 فنناخذ العدد كامل 295 تقريبا 300 بالتقدير وعندي 32 المئة الواحدة فيها 33 و3 اللي هو 33 فتقريبا فيها 9 دعنا نجرب 9 ضرب 32 9 في 2 يساوي 18 1 باليد 9 في 3 27 1 باليد 28 288 أصغر من 295 إذن فيها تقريبا 9 قميصات 9 ضرب 32 288 نقوم بعملية الطرح نستلف من التسعة تصير ثمانية وهنا يصير عندي خمسة عشر ناقص ثمانية يساوي سبعة إحنا بيكون صفر صفر تفسير السبعة طبعا هذا هو سبعة ريالات الباقي سبعة ريالات ما نقدر نشتر بقميص عدد الأقميصة قميص تسعة قميصة بإمكاني أشتري بالمائتين وخمسة وتسعين ويتبقى سبعة ريالات هذا هو التفسير ننتقل الآن إلى سؤال سبعة يريد صالح أن يضع سياجا حول استراحة محيطها مئة وتسعة وثمانين مترا إذا كان السياج يباع في قطع طولها ثمانية أمتار فكم قطعة يلزم ليحاطة الاستراحة نقول لها سؤال سبعة نبدأ بقسمة مئة وتسعة وثمانين وهو محيط الاستراحة على ثمانية ثمانية هو القطعة الواحدة فيها ثمانية أمتار ناخد الثمنطعش قسمة ثمانية فيها ثنين ثنين في ثمانية فيها ستعش نبدأ بعملية الطرح ثمنطعش ناقص ستعش يساوي اثنين ننزل التسعة يصير عندي تسعة وعشرين تسعة وعشرين قسمة ثمانية فيها ثلاثة ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين نقوم بعملية الطرح تسعة ناقص أربعة يساوي خمسة طبعا هنا بيكون صفر هنا طبعا الخمسة تفسير الخمسة يتبقى في الاستراحة خمسة أمتار بدون سياج فنحتاج نضيف قطعة إضافية طبعا يلزم لهذه الاستراحة ثلاثة وعشرين قطعة زائد قطعة واحدة لأنه عندي خمسة أمتار فنحتاج إلى أربعة وعشرين قطعة طبعا القطعة الأخيرة المضافة راح ناخد منها خمسة أمتار هي فيها ثمانية ويتبقى يتبقى ثلاثة أمتار إضافية ثلاثة أمتار يتبقى ثلاثة أمتار إذن بيكون التفسير لهذا السؤال راح نشتري أربعة وعشرين قطعة القطعة الرابعة والعشرين راح ناخد منها خمسة أمتار ويتبقى ثلاثة أمتار خارج السياج سؤال ثمانية لدى سارة عشرين دمية وتريد أن تحفظها في أكياس بلاستيكية إذا وضعت كل ثلاث منها في كيس واحد فكم كيسا يلزم لحفظ الدمى جميعها نقول لي عشرين عشرين دمية عندي قسمة ثلاثة كيس الواحد فيه ثلاث عشرين قسمة ثلاثة فيها تقريبا ستة ستة في ثلاثة ثمنتعاش عشرين ناقص ثمنتعاش يساوي اثنين طبعا تحتاج إلى ستة أكياس والكيس السابع إلى دميتان هنا يتبقى لدينا دميتان فتحتاج إلى سبعة أكياس إذن نقول لي هذا ستة أكياس ستة زائد واحد ستة زائد واحد يساوي سبعة تحتاج إلى سبعة أكياس التفسير في ستة أكياس ثلاث دمى وكيس واحد الأخير به دميتان الكيس الأخير به دميتان هذا بالنسبة إلى سؤال ثماني ننتقل الآن إلى سؤال تسعة تريد زينب أن تشتري دفاتر وقد وفرت لذلك مبلغا قدره ثلاثمائة وخمسين ريالا كم دفترا كالدفاتر الظاهرة في الصورة تستطيع أن تشتري عندي سعر الدفتر الواحد عشرين ريال نبدأ ب قسمة ثلاثمائة وخمسين قسمة عشرين نأخذ الخمسة وثلاثين خمسة وثلاثين فيها عشرين واحدة واحد ضرب عشرين يساوي عشرين خمسة وثلاثين ناقص عشرين يساوي خمستة عشر وننزل الصفر للأسفل مئة وخمسين قسم عشرين فيها تقريباً سبع سبعة في عشرين يساوي مئة واربعين صفر ناقص صفر خمسة ناقص أربعة واحد هنا بيكون صفر إذن تقدر تشتري من بهذا المبلغ ثلاثمائة وخمسين سبعة عشر دفتر ويتبقى لديها عشر ريال عشر ريال طبعا ما تقدر تشتري الدفتر هذا بالنسبة إلى سؤال تسعة ننتقل الآن إلى سؤال عشر القياس تقرر أن توضع محطات للمياه كل أربعمائة متر على امتداد سباق طوله خمسة كيلو مترات فكم محطة ستوضع على طول السباق ملاحظة الواحد كيلو متر يساوي ألف متر عندي خمسة كيلو الخمسة كيلو طبعا تساوي خمسة آلاف متر لأن عندي كل محطة تحتاج إلى أربعمائة متر فحولناها إلى الأمتار نقوم بقسمة خمسة آلاف على أربعمائة في البداية ناخد الخمسمائة الواحدة هذه عندي خمسمائة فيها كم أربعمائة واحدة واحد ضرب أربعمائة يعطيني أربعمائة خمسمائة ناقص أربعمائة يساوي مائة وننزل الصفور هذا الأخير يصير عندي ألف الألف طبعا فيها أربعمائة مرتين ثنين ضرب أربعمائة ثمان مائة ألف ناقص ثمانمائة يساوي مائتين المائتين طبعا هو الباقي مائتين هذا طبعا الآن التفسير تفسير هذا طبعا مائتين متر التفسير يتبقى مائتين متر فلازم نحتاج إلى محطة إضافية طلع لي طبعا عدد المحطات اثنى عشر محطة ومحطة إضافية زائد محطة إضافية يصير نحتاج إلى ثلاثة عشر محطة لأن عندي مسافة مائتين متر ما فيها محطة فنحتاج إلى محطة إضافية إذن في هذا السؤال سنحتاج لطول امتداد سباق طوله خمسة ألاف نحتاج إلى ثلاثة عشر محطة للمياه ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة من الدرس تدريب على اختبار زارة ستة وأربعين طالبا مصنع الألبان في المدينة إذا كان يرافق كل ستة طلاب مرشد فكم مرشدا يحتاجون نقول له طبعا ستة وأربعين قسمة ستة ستة وأربعين فيها تقريبا لو قلنا سبعة في ستة اثنين واربعين سبعة أحسن سبعة ضرب ستة اثنين واربعين يتبقى لدينا ستة ناقص اثنين اربعة اذا يتبقى لدينا اربعة طلاب تفسير ان هذه اربعة طلاب يحتاجوا الى مرشد اضافي اذا نقول له سبعة سبعة زائد واحد يساوي ثمانية اذا بيكون سبعة مرشدين معاهم ستة طلاب والمرشد الثامن معا اربعة طلاب اذا الاجابة الصحيحة هي ثمانية السؤال الاخير واحد وعشرين تريد وزارة السياحة اعداد 135 خريطة لأربع مناطق ادارية في المملكة بالتساوي ما امكن يعني قدر المستطاع يكون بالتساوي اي الجمل التالية صحيح قبل الاجابة او قراءة الاختيارات نقوم بقسمة اولا 135 ما نقدر نجاوب على السؤال الا عن طريق القسمة نقول له 13 قسمة اربعة فيها ثلاثة ثلاثة في اربعة اطناعش 13 ناقص اطناعش واحد ننزل الخمسة 15 قسمة اربعة فيها تقريبا ايضا ثلاثة ثلاثة في اربعة يساوي اطناعش 15 ناقص اطناعش يساوي ثلاثة هذا هو الباقي ما هو المقصود بالثلاثة ثلاث خرائط يتبقى ثلاث خرائط عندي اربع مناطق المنطقة الاولى خلنا الان نكتب هذا التفسير هذه المنطقة الاولى الثانية الثالثة الرابعة قال لي في كل منطقة 33 خريطة هذه هي 33 33 33 33 اربع مناطق وعندي ثلاث خرائط اضافية هو قال لي بالتساوي ما امكن فنوزع ثلاث خرائط على الثلاث مناطق الاولى يعني هنا زائد واحد زائد واحد زائد واحد فيصير عندي في المنطقة الاولى 34 خريطة المنطقة الثانية 34 خريطة المنطقة الثالثة 34 خريطة والمنطقة الرابعة بها 33 خريطة دعنا نشوف الان الاختيارات الموجودة عندي لكل منطقة ادارية 34 خريطة هذا خاطئ لان المنطقة الرابعة قلنا فيها 33 ثلاث مناطق ادارية لكل منها 33 خريطة والمنطقة الرابعة 34 أيضا هذا خاطئ ثلاث مناطق إدارية لكل منها 34 خريطة هذا اللي طلع عندنا ثلاث مناطق 34 والمنطقة الرابعة 33 إذن الاختيار الصحيح هو فقرجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته